الاركال سرده ماتيني ديمدي الان يمكن ان يتحرك في العالم موماً بس كنتي لك انه صنعت فست الرجل دي باع ظهره والفكرة لي أوحات لي بالفيلم كان معرض فني للفنان البلجيكي ديم ديل فوى اللي هو فنان معاصر وقام بوشم شخص على ظهره وكنت احضرت يعني العرض متاعه في متحف في بريس فلما شفت المشهد هذا يعني هو مشهد غير مألوف معنى انك تعرض جسد رجل في معرض يعني الصورة ظلت عالقة في ذهني واهم سؤال يمكن اي كاتب والمخرج يطرح على نفسه لما الصورة تعلق في ذهنه اللي هي ماذا لو هي بداية كل القصص يعني ماذا لو الشخص هذا ما كانش عنده خيار وجد نفسه في فخ كيف رح يخرج منه مين هذا الشخص ماذا لو كان لجأ سوري شغل مع فنان تعرفت عليه هون هو فيه يزبط لي الفيزا وكل شيء بس يعني أنا لسه ما جسد هو كل ما نملك وهو كذلك كل ما لا نملك في نفس الوقت يعني الجسد هو مكان اللي فيه تناقضات الكبرى لأنه في نهاية الأمر الجسد هو التمظهر متاعنا للعالم محاولنا وهو الهوية متاعنا لكن في نفس الوقت الأنظمة وإلا الأشياء والتشريعات وكل تخلي أجسدنا ما هيش ملكنا يعني لما نتحدث على في القصة متاعي اللي جسد سوري اللي يضطر أنه يبيع ظهره يعني ما لازم نش ننسى مثلا اللي الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي بدي بحركة احتجاجية جسدية اللي هو محمد بعزيزي لما أحرق نفسه في مدينة الأم سيدي بوزيد فكان يعني التعبير جسدي بالأساس لأنه لما تكون لا تملك أي شيء في العالم على الأقل على الأقل تملك جسدك لكن حتى في الملك الأخير هذا ممكن أنه يتنفسوا عليه أشياء أخرى مثل اللاجئ السوري اللي حتى جسده صار ملك سوق الفن هو يمكن الخط الرابط يعني بين أفلامي الكل اللي ذكرته اللي هو السلطة وعلاقتنا بالسلطة بالفعل في أفلامي السابقة تحدثت كثير على السلطة فيه على كافحة فريد كانت السلطة البوليسية وعلاقتنا بالسلطة البوليسية الفيلم هيدا برغم أنه يظهر ممكن مختلف ولكن ما يختلفش كثير من ناحية هذه لأنه علاقتنا بالسلطة السلطة الفنية والسلطة الرمزية والسلطة الرأسمالية وبما أنه الفيلم يتحدث على اللاجئ السوري علاقته بالسلطة ومعنا بين عاشية وضحاها يلقى نفسه بعض قرار خذيه موجود في هالعالم النخبوي العالم الثري اللي هو عالم الفن المعاصر اللي هو عالم عنده سلطة وسلطة كبيرة لأنه عنده سلطة معنوية أولا لأنه الفن مهم في العالم الغربي وفي عالمنا بطريقة أشمل وأكبر فعلاقته بالسلطة الجديدة هذية اللي ما هيش سلطة عنيفة العنف متاعها ما هوش عنف جسدي والعنف هو عنف أكثر منه رمزي لأنه عنف الأقوياء إيرجيني أنا اشتغلت مع فريق مكون من عدة جنسيات وكانت الحالة جميلة جدا كل واحد فينا بالخلفية الثقافية التي هي مغايرة مدير التصوير كان لبناني الممثلين سوريين تونسيين فرنسيين إيطاليين مونيكا بلوتي إيطالية بلجيكيين الفريق في سويدين فيها ألمانيين توينسا سوريين لبنانيين فالحالة كانت وكلنا كنا نشتغلوا يد واحدة الهدف واحد اللي هو صناعة الفيلم هذا فكانت كل اللغات تقريبا موجودة أثناء التصوير وكذلك كانت عنا مشاكل فيزا لانتقال الممثلين يعني من الجانب الغير محظوظ من العالم الممثلين والتقنيين توينسا مثلا للاشتغال على الفيلم يعني الفيلم تصور ما بين تونس فرنسا أو بلجيكا فينسا لك ليشتغل وستي يأت مفرود أنا وإياك نقلق صفحة يعني أو بلجيكا 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 اشتركوا في القناة